دعنا أرجع لأنك ذكرت موضوع الخليقة يعني تؤكد وتثبت صحة وجود الله وبعدين ذكرت الوحي الإعلان كلمة الله وبعدين ذكرت الكلمة المتجسد يسوع المسيح أنا أرى كيف الرب يتعامل من خلال الكلمة يعني نرى تفاصيل دقيقة وتمت بحذفيرها يعني واحدة من الموضوعات المهمة موضوع مش موجود في أي كتاب آخر موضوع النبوات وأنه تتم نبوات كده عددها في شخص واحد في المسيح يعني في علم الاحتمال هذا يعتبر مستحيل لكن هذا اندل على شيء بالدل أن الله ساهر على كلمته وأنه الله هو سيد الأحداث وله الكلمة الأخيرة كمان الموضوع الثاني هو كمال المسيح أخلاقياته حياته معجزة يعني أصلا عيب أقول ودائما بكررها أنه أقارن في أي نبي آخر عيب فأنت لما بتطلع على شخصية يسوع بحد ذاته هو إثبات لوجود الله بالتأكيد الله الظاهر في الجسد من رأاني فقد رأى الآب زي من رب يسوع قال فالإثباتات كثيرة قوي على صدق كلمة الله وعلى وجود الخالق والفادي بل زي ما بقولك الناس تخاف تقابل الله الخالق لأنه نحن لم يحقق ناش أهدافه فالحل اللي بيقدمه المسيح لنا الله الخالق والله الفادي عشان يكون لنا علاقة تانية مع الله وهذا طبعا الغرض من وجود الله الله الخالق هو الله الفادي بالزبط وحتى لما الخليقة بتترنم في سفر الرؤية مستحق لأنه الله خلقنا وبعدين بتقول مستحق لأنه الله فدانا يعني بتشوف حلقة التواصل بين الموضوعين فيه هدف ومعنى ووجود لهذه الحياة اشتركوا في القناة